حُبِّب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الخلوة فأنت يا من تتبع النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك خلوات مع الله؟ هل تخلو مع الله؟ هل عندك ساعة من الليل؟ هل عندك ساعة من الضحى؟ تذهب إلى مكان تبقى لوحدك مع الله تصلي صلاة الضحى تراجع نفسك تستغفر تقرأ شيء من القرآن لوحدك لا يعلم بعملك إلا الله عز وجل هل عندك خلوة في الليل؟ إذا نامت الزوجة والأولاد كان بعض السلف ربما يبكي السنين على فراش الزوجية وزوجته لا تعلم لأنه يخلو مع الله في البكاء والمعاملة دخلت امرأة على زوجة الإمام الأوزاعي فوضعت يدها على الفراش وإذا فيه ماء قالت يا امرأة كيف يكون الصبي يبول في مكان الإمام الإمام الأوزاعي ما نهيتم الطفل ما تنبهتم للبول؟ قالت إن هذا ليس بول إن هذه دموع الإمام يقوم الليل ويبكي فتبتل الأرض من دموعه عندهم خلوات مع الله إذن أول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حببت إليه الخلوة حن يا أخوال الكرام نحتاج إلى الخلوة أقسم بالله نحتاجها اليوم مرة نحتاجها جدا ضروري لأن كل حياتنا ما فيها خلوة الحين الجوال خلالنا خلوة مع الله ما عندنا نقدر نخلو مع الله الجوال معك هذا واتساب وهذا فيسبوك وهذا تويتر وهذا رسالة وهذا استقبال وهذا إرسال متى أخلو مع الله متى أبقى مع الله الآن الناس نحن لما نتعامل مع بعض كل يمدح الثاني ما أحد ينصح الثاني إلا ما قال فكيف أكتشف أسراري إلا إذا خلوت مع ربي وقفت أمامه ما بيني وبين حجاب قلت يا الله أنا العبد المذنب العاصي أنا المقصر أنا العبد الذي اقترف الذنوب وغرته الأماني أن يتوب أنا فلان المعروف الناس يقولون عني يا شيخ يا داعية يا معلم يا أستاذ يا مؤدب يا كريم يا صدوق يا أمين لكن يا رب أنت تعلم من أنا أنا المجرم المذنب المقصر الغافل الناسي لأمرك المنشغل بالدنيا عنك أنا أنا معروف أنت تعلم ماذا أفعل في الخلوات ومن خلف الناس لازم نخلو مع الله هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدة